بشكل شخصي مبسوطة لانت الفترة خيرة بقيت مركزة في التمثيل ويعني عملت دا ازاي؟ والله انا يعني انا كده كده من اونا صغيرة انا بحب شغلي طبعا وهي دي شغلانتي وغير انه شغلانتي دا الباشن بتاعي هو دا شغفي في الحقيقة التمثيل وانا انا عمل حاجة اللي انا بحبها فاكيد انا مركزة في شغلي طبعا الفترة دي مش مركزة في اي حاجة خالص صراحة غير شغلي بحاول ان انا اشتغل على السكيلز بتاعتي اكتر لانه انا شايفة انه انا عندي البوتينشل انه اكون في حتة كويسة الحمد لله وبشتغل على دا جدا جدا والفترة دي انا فعلا مدية كل وقت لنفسي لشغلي لان انا بشتغل على نفسي اكتر من ناحية النفسية والعملية وكل حاجات دي والحمد لله باخد خطوات كويسة جدا وبس والحمد لله وغير ان انا شايفة كده يعني الناس كمان شايفة ان انا مركزة فا يعني الحمد لله شفت انت نصايح للناس على السوشال ميديا عايزينك ترجعي بتعملي اعمال كتير عشان خاطر ده انا شفت كذا كومنت كده زمان الناس احنا عايزينك مننا تركزي في التمثيل احنا شفت انت الحاجات دي اه طبعا طبعا اكيد شفت وانا على فكرة بقرأ كل الكومنت بتاعت الناس وانا يعني الحمد لله انا محزوزة عندي فانز وعندي معجبين بيحب انا محزوزة الصراحة بالفانز بتوعي لانهما بيحبوني وبيدعموني وبينصحوني وبيعتبروني قريبا منهم واختهم وبنتهم وكل الحاجات الجميلة دي لانه يعني كبرت انا قدامهم فطبعا لا انا يعني الناس اللي بيحبوني بينصحوني دايما بشوف انا الكومنت دي انه هو ركزي في شغلك وكذا 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 والحاجات دي كلها وطبعا انا فعلا عملت كده وفعلا بعمل كده وبس ده الفانز اللطيف فيه فانز مش لطيف خالص يعني تعاملي معي ما بعمل ما بتسكتيش انا عارف منها من زين يعني انت لما في حاجة بدايك ما بتسكتيش لا 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 كنت ما بسكتش بس خلاص بقيت بسكت لانه انا يعني لعد عندي طاقة صراحة ان انا ارد ووضح الحاجة للناس او ابرر او اي حاجة من الحاجات دي لانه اللي بيحبيني هيفضل يحبني واللي بيكرهني هيفضل يكرهني فمن الاخر انا مش هخلي حد يحبني غزب عنه ولا كده بس انا بشوف كتير على يعني على السوشيال ميديا وممكن المثال ده انا دايما بضرب به لو حد منزل صورته ها بيصلي فهيغلطه فيه انت ليه عملت كده فيه ناس بلا هدف بيدخلوا يقولوا كومنتات بيبقى لها اثر صعب على الفنان او المبدع في العموم بيبقى يتأثر بقى اي حاجة انت اي اكتر حاجة انت شفتيها واصرت عليك فترة وخليتك تخلي في موجة اكتئاب مثلا بص انا دايما بتعرض لهجوم معرفش سببه ايه وخلي بالك اما بدورش برضو سببه ايه يعني انا 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 مركزة في نفسي وفي شغلي وفي الحاجة اللي انا بعمل ودايما انا بشوف انه طالما انا بعمل الصح من وجهة نظري من وجهة نظر اهلي وربنا والحاجات دي كلها يبقى انا خلاص ما يهمنيش اي حاجة تانية اه هجوم اه اكيد بتعرض لهجوم حاجات كتير ولكن زي ما قلتلك الفكرة بس في الشخص فيه ناس بتتعامل بتعيش دور الضحية انا بصراحة ما بحبش عيش الدور ده يعني انا مش بحب خالص الناس جاي علي ومش لا خالص انا الحمد لله عندي ناس بيحبوني على فكرة كتير وزي ما عندي برضو ناس ما بيحبونيش ده الطبيعة يعني ده هي دي الدنيا اه بس اللي يهمني انه انا الناس اللي انا عارفة انه هما بيحبوني بجد واللي يهموني في حياتي والناس المهمين في حياتي انهم بيكونوا مبسوطين بيا وفخورين بيا وشايفين ده انا بعمل الصح وبنجحوا بس لكن انا مش هفضل اركز مع كل حد يعني شوفنا ليكي مشاهد كلا زمان من حلم العمر وانتي واحمد حلمي والناس بتشايرها بتشوف انت الميمز ده عاملي زي ويفكرك ككيد بذكرات وحياتي انت اخر حاجة شوفتها ومعلقة معي بص دايما الكوميك اللي دايما بيتعمل علي اللي هو وشي وانا بعيط على السلم في المشهد بتاع حلمي لما بقوله ما تمشيش فدايما الوشي ده خلي بالك ده استيكر بيتبعتلي على الواتساب اي حد مثلا من صحابي اقوله ايه مثلا ده الخروج واتلغت يروح بعيطلي الاستيكر بتاع وشي وانا عامله كده فايف هو يعني هو الاستيكر ده اكتر حاجة بتدحكني فيه كوميك بتعمل علي الفيسبوك انه مثلا مش عارفة مثلا السنة بتخلص فالله هو ما تخلصيش مش عارفة ايه بتاع فما تعملي يعني هو ده اكتر حاجة انا بفتكرها وبحيس ان انا وانا صغيرة كنت كوميدية قوي الصراحة يعني انا بتفرج على نفسي بعد حق شو بمناسبة السوشل ميديو الفيسبوك كان من فترك كنت بتقولي ان الصفحة بتاعتك اعتقدت سرعت او حاجة يعني اعايز اتأكدها اللي بقت معيكي عشان ممكن التصرحات حد ينتحي لشخصيتك انت دهوقتي اللي على الصفحة ولا لا لا بص انا دايما عندي مشكلة بص الانستجرام انا اللي مسكيه يعني انا اللي بتابع الكومنس وبنزل بوست وبعمل حاجات دي اكيد معي طبعا الشخص اللي مسكلي الدنيا بيدر لي يعني اكيد الحاجات دي ولكن انا دايما عندي مشكلة في الفيسبوك دايما اعمل صفحة وتتسرق مش هحد ياخدها تتقفل مش عارفة ايه انا فعلا ما عرفش مين اللي بيعمل كده ومش عايز اعرف ومدورش قوي يعني الصراحة لكن بيجليت محكل من مارضة يعني ايه ناس كدير لا انا حاجات قبل كده مثلا كانت في صفحة معمولة باسمي مش صفحة واحدة انا في صفحات كتير قوي على الفيسبوك باسمي ولكن انا دلوقتي انا معنديش اي صفحة انا عندي انا عندي اكاونت ولكن لسه يعني هارجع بقى يعني كنت عندي بيج بتاعتي ومعرفش حصل فيها مشاكل ومش عارفة ايه بس يعني انا دلوقتي اللي بقوله لك انا عندي اكاونت على الفيسبوك ده الاكاونت بتاعي ولكن اه تعرضت المشاكل اه يعني فيه صفحات كانت بتبقى باسمي بتنزل حاجات مش لطيفة خالص بتنزل حاجات خارجة بتدخل مثلا تعمل كومنس لناس مش كويسة فكانوا دايما الصحابي بقى الصحفيين بقى الجدعان صحابي وكده يبعتولي يقولولي مثلا من الحقي لازم تتصرفي لازم مش عارفة ايه فطبعا بناخد اكشن وبنبلغ وكده والموضوع بيخلصه بس يعني انا خلاص طولت عليكي بس اخر سؤال بعد ونطجي من عارفة مواصفات فتا احلى معها وشكرا اه ما عنديش مواصفات اه ممكن اقولك مواصفات دور البطولة اللي جاي وكفاية كلامة عن الحاجات الشخصية انا ما عنديش مواصفات لأي حاجة في اي حاجة انا مركزة في شغلي وفي حياتي وشكرا وشكرا لسانة وانتو طيبين